السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في برنامج صحبة أمل لعلاج التوحد في أمريكا في الحقيقة هذا التسجيل اليوم كإجابة لعدة أسئلة كل مرة تسألني أخت أو أخ يسألني عن ما هو أفضل برنامج في الأنترنت يعني يوجد برنامج أندلوسية برنامج تيتش برنامج يعني عدة برامج موجودة البرامج التي ترجمها يعني إلى العربية لكن المشكلة أين تكمن؟ مثلا هذا الكتاب هو برنامج دانفير الموجود هنا بأمريكا يعني الدولة تستعمل برنامج دانفير وتيتش وبيكس هذا هو على دانفير انظروا كم هو كبير فيه كل يوم ناشاط يعني وعملين فيها بماذا تبدأين وكذا وكذا يوجد هذا الكتاب أيضاً كل ولاية هنا لديها كتاب هذا خاص بالولاية التي أسكنوا فيها ومواضعهم يعني نفسها يبدأون من السفر يعني يبدأون من التشخيص يبدأون من التشخيص إلى كيف الأعراض يعني كيف تعرفين أن ابنك لديه توحد ويعني كيف تتصرفين عندما ترين أن ابنك يتغير في التصرفات وبعدها تتصلين بطبيب الخاص طبيب الأطفال وهو يتصل باللجنة التي تحضر إلى البيت وتعمل يعني التشخيص وكيف تتعاملين يعني مع الطفل وأشياء كثيرة يعني ولكن المشكل في كل هذه البرامج هو أنه الأطفال تختالب ودرجة التواحد يوجد ثلاثة تواحد خفيف متوسط وشديد مثل ابني فمثلا في هذا الكتاب أو البرنامج يقولون لك يعني يجب أن تبدأي مثلا بتقوية عضلات النفخ يعني أنفخي على الشمعة أنفخي في الماء مثلا وعمل فقعات مثل هكذا يعني يتنفخين هنا وتعملين فقاعات لتقوية عضلات الفم وابنك أنت تعرفين جيدا يعني أن ابنك لا يعاني من أي مشاكل في عضلات النطق بحيث أنه يتكلم أصلا هو يتكلم فقط لديها الإيكولاليا يعني لا يعرف الإجابة على السؤال يعني يحتاج مختص تخاطب ويحتاج اندماج في الحضانة أو المدرسة أو الأطفال على الأقل أطفال الأقارب أو الجيران حتى يتعلم الخطاب يعني هذا التدريبات للنفخ ابنك لا يحتاجها لماذا تبقينا شهر كامل وأنت في هذا التدريب وابنك يتكلم ولا يحتاج هذا التدريب مثلا تدريب آخر مثلا يقولون لك يجب أن تعملي هذا النشاط هو الأول وتبقينا فيه مدة شهر يعني تأخذين هذه القطع من القطن الملون انظري فيها بعض الحرشيفات هنا بحيث أن الطفل الذين لديهم مشاكل حسية في اللمس كما كنت شرحت في تسجيل الذي سبق هذا هو موضوع العض الأطفال الذين يعضون أفراد الأسرة أو زملائهم في المدرسة ويكون السبب يعني سبب العض هو مشاكل حسية في الفم يكون لديهم مشاكل حسية أيضا في الأصابع واليد يحتاجون إلى هذا القطن ويبدأون بالعصر عليهم بحيث أنهم لديهم هذا الشعيرات يحسون بها هي تدريب جيد ومنها فيه ألوان كما تلاحظون ألوان تعلمينها الألوان أيضا لكن ابنك أنت تعلمين جيدا يعني أن ابنك توحد خفيف مثلا وابنك لا يعاني من أي مشاكل حسية وفي المرحلة الأولى مثلا يكتبون في البرنامج التي أنت تتابعينه يكتبون لك يجب أن تبدأ بهذا التدريب ويبدأ الطفل يعمل هكذا مدة على الأقل على الأقل 15 يوما حتى تنتقلين إلى تدريب آخر أنت ابنك ليس لديها أي مشكلة لماذا تعملين هذا التدريب؟ من الأصل؟ من الأصل؟ لماذا تعملين هذا التدريب؟ ولاحظت أيضا أسئلة في الأنترنت في الفيسبوك مجموعة في الفيسبوك وفي التعليقات في مجموعة هنا في اليوتيوب في القناة في هذه القناة صحبة أمل ألجريان أن يوسي وفي القناة الثانية أيضا غيرت عنوانها من أوتيزم تيرابي توي إلى برنامج صحبة أمل حتى يسهل عليكم البحث بحيث عندما مثلا تكتبون مشاكل تكامل حسي صحبة أمل أو برنامج صحبة أمل في محرك البحث لليوتيوب سيخرج لكم الفيديوهات مباشرة التي تتحدث على المشاكل الحسية وهكذا يعني تكتبون فقط السؤال وبعدها تكتبون صحبة أمل أو برنامج صحبة أمل سيخرج لكم الفيديو مباشرة إما في هذه القناة أو القناة الثانية التي فيها كل أنواع الأنشطة كل أنواع الأنشطة أنا لا أختارع من رأسي يوجد هذا الكتاب لدنفر ولا يوجد كتب كثيرة وصديقاتي كما قلت لكم هم مختصات كل واحدة فيهم لديها اختصاص في شيء اختصاص في زيائي اختصاص في سبيش تيرابي أوكيباشونال تيرابي فيزيكول تيرابي فيها مساجات يعني عدة أشياء يعني إحنا مجموعة من أخصائيين مجموعة متكاملة وشاملة يعني أي سؤال لذلك أي سؤال يكتبونه لنا نحن نخصص يعني الاختصاص المناسب له حتى يجيب الإجابة الصحيحة وأنا فقط أنا أترجم لكم إجابة المختصة على سؤالكم بحيث أكون يعني قدمت لكم الجواب الصحيح هذا ما أفعله لذلك يعني يعني حتى أني لاحظت في التعليقات بعض الأمهات يسألون مثلا فيه أخت اتبعت برنامج أندلوسية في المرحلة الأولى هي لاحظت أن ابنها يعمل المرحلة الأولى بسهولة يعني لا يحتاج إلى تلك الأشياء وسألت الأمهات هل أستطيع أن أنتقل إلى المرحلة الثانية بعد أسبوع يعني من عمل تلك الأنشطة في المرحلة الأولى قالت لهم هل أستطيع أن أذهب إلى المرحلة قالوا لها لا يجب أن تبقي في تلك المرحلة على الأقل مدة شهر يعني مثل ما كتبت لهم يعني في البرنامج مثلا برنامج هكذا هذا برنامج صحبة آمل يعني المرحلة الأولى يعني لازم تبقي في المرحلة الأولى مدة شهر بعد مرحلة الثانية تبقي مدة شهر لا ليس هكذا هذا لا يعقل أنا رأيت كل البرامج لديهم هذا النظام حتى البرامج الموجودة في تيتش ودنفر يعملون هكذا دنفر مثلا كيف يعملون يقولون لك يعني لديه مشكل في التكامل الحسي ابدأي بالتكامل الحسي يعني لديه مشكل في التدوق ابدأي تقدمينا له أيضا بعض الملح والسكر لماذا أقدم لها الملح وحده وأقدم لها الملح وحده وأقدم لها الليمون وحده نحن عرب أوكي نحن عرب مثلا نحن في شهر رمضان حاليا أنا متأكدة لا يوجد أي عائلة عربية أو قبائلية في الدول العربية كلها لا تقوم بالطهي يوميا يعني كل يوم أنت تطبخين تطبخين الأشياء المالحة وتطبخين الأشياء الحلوة مثل أطباق الحلوة يعني الرمضانية وأيضا مثلا الحليب أو القهوة أو الشاي بعضهم يحب يعني الشاي فيها سكريات كثيرة بعضهم يحب سكريات قليلة يعني سكر السكر الأبيض قليل أو كثير يعني الطفل هذا هو يعني تدريبات أنك تقدمين الملح وحده والسكر وحده ليس دوقه وترغمين الطفل على أن يتدوق تلك الأشياء مرغما وهو يبكي يعني مثلا الليمون لماذا أتدوقه بلساني؟ آه يقولون إن لديهم مشاكل حسية في التدوق هذا خطأ هذا خطأ لديهم مشاكل في التدوق ولكن ليس بهذا الطريق أن تقدم له الحامض حتى يعرف أنه حامض طفل التواحد ليس غبي أوكي ليس غبيا هو يعلم جيدا بمجرد أنك تأخذين ليمونة وتكررين أمامها بأنها ليمونة ودوقها حامض وتعملين في لسانك وتقول حامض حامض إنه حامض تكررنا ذلك وتقوم مثلا بدل أن تقدم لها الليمونة في فامه ويبدأ بالصراح والبكاء وترغمينها على ذلك لماذا لا تقدمين طبق من الشربة أو حساء الخضار وتعملين الليمون وتعصرين بعض قطارات الليمون أمامه يعني تقومين بقولي للطفل أنت من هو ياسر هو يمسك تلك الليمونة وساعده في العصر وبعدها قدمي لها الملعقة وقولي لها حركها وبعدها قومي بأخذ الملعقة مع الحساء وإطعامه بحيث أنه يتدوق رائحة الليمون في تلك الأكلاء التي تقدمينه له ونفس الشيء مثلا في السكر مثلا ابنك يحب الشاي أوكي اعملي له قليل من الشاي وقدمي له الملعقة وساعده إذا كان لا يحسن استعمال الملعقة وقولي له امسك الملعقة وضع السكر السكر إنه أبيض لونه أبيض إنه حل حل لذيذ يعني تفسيرين له بوجهك بكلامك أنه حل لذيذ تشرحين له ثم تعلمينه كيف يحرك ثم يتدوق الشاي بالسكر بحيث أنه يعلم أن السكر هو لذيذ بدل أن تقدم له السكريات وحدها سكر الأبيض يأكل السكر الأبيض لماذا لا يتدوقه في الشاي أو يتدوقه في الحليب مثلا وتقدمين لها في نفس التدريب السكريات تقدمين له أيضا ملعقة صغيرة من العسل اللي يتدوقها بحيث يعلم بأن الدوق اللذيذ الدوق الحلو هو في العسل هو في السكريات والسكريات عندما نضيفها أو العسل عندما نضيفه لأي شيء يصبح دوق حلو وهكذا بالنسبة إلى الملح البطاطا المقلية مثلا كل الأطفال يحبون البطاطا المقلية اقلي البطاطا دون ملح يعني مثل ما تبع في المحلات يقلي البطاطا بدون ملح تأتي بها في صحن وتقدمي للطفل الملح وتقومي وقلي له ضع الملح وتساعدي حتى لا يسقط الكثير من الملح على البطاطا الآن كل البطاطا المقلية بحيث أنك تتكلمين انظر إنها بطاطا مقلية عندما أضفنا الملح أصبحت البطاطا المقلية لذيذة ومالحة لذيذة ومالحة بالملح يعني أنت تعلمينه طريقة استعمال الأشياء للتدوق في نفس الوقت أنت تتكلمين معه بحيث مخزونه اللغوي يزداد ويعني يتعلم أشياء جديدة في حياته اليومية لذلك أقول لكم أن برنامج صحبة أمل هو كامل وشامل أنا ماذا قلت لكم؟ برنامج صحبة أمل فيه خمسة خطوات وهل ذكرت في يوم من الأيام أن تأخذوا المرحلة الأولى وتبقوا فيها مدة شهر أو مدة عشرة أيام أو كذا؟ لا قلت لكم البرنامج فيه خمسة خطوات متكاملة ومتجانسة حفظا يجب أن تقرؤوها كلها شرحتها في القناة الثانية برنامج صحبة أمل موجود في العنوان مكتوب بالأزرق اضغطوا عليه يأخذكم مباشرة إلى القناة الثانية بحيث شرحت بالتفصيل في فيديوهات كل مرحلة شرحتها في فيديو حتى تفهموا جيدا يعني استمعوا إلى المراحل الخمسة كلها من الأول إلى الآخر وبعدها خودي الشيء الناقص عند ابنك فقط استمع إلى كامل الأشياء ولكن خدي الشيء الذي يناسب ابنك مثلا ابنك لديه تسمم معادم لأن لديه من أعراض تسمم معادم قلت سابقا أنها البيكة يعني يأكل مثل هذا الصوف يأكله لا يلعب به فقط أو يعمل حركة مثل هذه كنشاط حسي وإنما يمضغه ويأكله هذه هي البيكة يعني أنت ترين المرحلة الأولى ليس لديك أي مشاكل من هذه اذهبي يعني يعني تأخذين يعني كل مرحلة راه فيها مراحل صغيرة تأخذين مشاكل ابنك وتحاولين حلها أنا شرحت الحل في القناة الثانية وهنا في المرحلة الخامسة وضعت لكم جدول وشرحت لكم كيف ترطبين يعني المشاكل لابنك في المنزل وتعملين جدول نظام في المنزل لكل مشاكل طفلك يعني كل طفل لديها خطة علاجية فردية والأم والأب هم من الذين يملؤون ذلك الجدول ويقومون بعمل بحث في محرك بحث في اليوتيوب ويقومون بوضع السؤال وأمامه يكتبون برنامج صحبة أمل سيخرج لكم التسجيل مباشرة أنا جاوب تقريبا على كل الأسئلة ولكن بما أنه الكثير من الأمهات لا زالوا لا يعرفون كيف يطبقون البرنامج أنا أشرح وأعيد حتى يفهمون جيدا لأنهم أيضا لا يتبعون برنامج صحبة أمل وإنما يحاولون يعني التنقل أخذ من برنامج هذا قليلا أخذ من برنامج هذا قليلا ويخلطون في الأمور وهذا سيجعلكم تضيعون وقت كثير في البحث لأن الكثير من المعلومات الخاطئة الموجودة عبر الأنترنت والتي تحاولون أن تطبقونها بالخطأ مع أبنائكم وهذا سيزيد من تأخر أبنائكم وضياع الوقت لأن ابنكم هو يكبر وأنت تضيعين وقتك في البحث في الأنترنت في برامج لا معنى لها وأغلبية اليوتيوبر الذين يشرحون يشرحون فقط التوحد الخفيف الذي هو بالأصل يشفى بسرعة وبدون أي برنامج فقط الأم والأب يخصصون بعض الوقت للطفل فيصبح الطفل عادي مثل أي طفل لأنه طفل طبيعي من الأول لا يحتاج إلى أي برنامج فقط يحتاج إلى بعض الاهتمام من العائلة هذا كل شيء لذلك قلت لكم نحن برنامجنا نحن ليس فقط أخصائيات وإنما أمهات لأطفال توحد وداون وإعاقات مختلفة مثلا المساجات المساجات غير موجودة مثلا هنا في المرحلة الرابعة التي ستخص تأخر النطق ذكرت لكم المساجات يعني تشنج عضلات الوجه وأعضاء النطق الحلول هي المساجات وذكرت كيف تعملون المساجات للوجه هنا غير موجود المساج يعني دانفر وكل البرامج لديهم نقص كبير في علاج أطفال التواحد والداون هما يركزون فقط على الأي بي آي الأي بي آي هي أنك تأخذين لعبة وتحاولين أن تحفز الطفل على اللعب بها لأن أطفال التواحد لا يعرفون كيف يلعبون بالألعاب تقريبا الأي بي آي يحاولون أن يعلمون الطفل كيفية اللعب بكامل الألعاب داخل المنزل وخارج المنزل كذلك مصاجات للجسم هنا في الخطوة الثانية من الخطوة الثانية هي تحديد مشاكل طفل التواحد أو دول الاحتياجات الخاصة مشاكل تكامل حسي فرط الحركة هذه الأولى والثانية يحتاجون إلى مصاج للجسم مصاج للجسم وحمام ماء دافئة فيه الماغنيزيوم في برنامج دنفر التي تعتمدها الدولة الأمريكية غير موجود هذا الشيء غير موجود المصاج وهو موجود هذا التخصص تخصص المصاجات موجود في أمريكا ولكن الدولة تعتمد فقط في علاج التواحد فقط على الأي بي آي وهو تعليم الطفل كيفية اللعب فقط بالأشياء المكعبات أو الألعاب الأخرى مثل الألعاب الذكاء مثلا يوجد ألعاب كثيرة هذه هي الأي بي آي أنها تعتمد على الألعاب وتحفيز الطفل على أنه يحب اللعبة أولا وبعدها ينتقل إلى الألعاب التي لا يحبها نعلمه كيف يلعب بها وهذا كل شيء لكن برنامج صحبة أمل فهو كامل وشامل يضم كل الاختصاصات يعني أنا مثلا أنا أعلم الرياضيات الفيزياء الرسم كذلك ذدي ديبلوم سبيش تيرابي تخصص تخاطب أيضا وإعلام آلي كومبيوتر وبرنامج وبرمجة أنا أعلم كثير من الأشياء ابني مثلا تخصص فيزيائي لصديقتي ابني صديقتي تعمل له تدريبات الفيزيائية أنا أعمل لابنيها تخاطب وأعلمها الرسم والحساب والكتابة والعمل في الكمبيوتر هكذا يعني أشياء متكاملة يعني كل شيء ليه تخصص نحن نتبادل التخصصات والمصالح فيما بيننا وأردت أن أشارككم معنا لذلك أنا أترجم لكم ما نفعله يوميا لذلك قلت لكم يجب أن تتعرفوا على الخطوات الخمس وتروا الحل موجود في قناة الثانية برنامج صحبة أمل موجودة في العنوان بالأزرق في تحت هذا الفيديو في عنوان هذا الفيديو مكتوب بالأزرق برنامج صحبة أمل اضغطوا عليه يأخذكم إلى القناة الثانية فيها خطوات البرنامج اطلعوا عليها وفهموا بماذا حتى تفهمون شرحت لكم كيف تفهموا المشاكل ابنكم وكيف تساعدوه وكذلك بدأت في القناة الثانية أيضا شرح كيفية التعامل مع طفل التوحد داخل المنزل وبإذن الله سأفعل خارج المنزل ولكن داخل المنزل أكثر خلال هذه الفترة وهي الكوفيد مينتين خلال فترة فيروس كورونا الأغلبية يعني يمكتون في المنزل مدة طويلة وأطفالهم مزعجون كثيرا خاصة الأم إذا كانت في المطبخ والطفل إذا كان أقل من خمس سنوات يبدأ يتبع الأم أينما ذهبت ويعمل فوضى في المطبخ فلا تستطيع عمل أي شيء عملت لكم أنشطة بسيطة موجودة في كل منزل أشرح يعني بدأت هذا الأسبوع إن شاء الله يعني كل مرة رح أعمل شروحات في هذه القناة وإجابات على الأسئلة طبعا وكذلك يعني أكمل لكم كل الأنشطة يعني اللي موجودة في هذا الكتاب لماذا لم أعمل لكم نشاط أول بالأرقام نشاط الأول نشاط أثنان نشاط ثلاثة لا وضعت لكم مجموعات مجموعة الأنشطة للدكاء مجموعة أنشطة لتكامل الحسي ومسك القلم مجموعة أنشطة يعني حركية داخل منزل ويوجد ألعاب أو أنشطة حركية خارج المنزل هكذا يعني مجموعة من الأنشطة وأنت من يختار النشاط المناسب لابنك على حسب يعني احتياجاته ابني وابنك يختلفان إذا كان ابني لا يستطيع مسك القلم والكتابة فابنك يستطيع مسك القلم والكتابة يعني لا تحتاجين إلى نشاطات ما قبل الكتابة لأنه أصلا ابنك يكتب لذلك تذهبين إلى مجموعة الأنشطة لزيادة الدكاء والتركيز هكذا يعني كل واحدة تأخذ الأشياء التي تحتاجها فقط ولا تتبع برامج ناقصة أنا أيضا هنا برنامج قلت لكم برنامج دنفر ولا أتبعه مئة بالمئة أخذ في بعض الفيديوهات ممكن لاحظتم كتبت فيها سابقا يعني في السنة الماضية برنامج دنفر عندما أخذ يعني نشاط من هذا الكتاب هي للأمانة العلمية أقول برنامج دنفر عندما أخذ يعني نشاط موجود في البيكس برنامج بيكس أكتب برنامج بيكس وشرحت لكم كيف تستعملون برنامج بيكس للأمانة العلمية هكذا أتمنى أن أكون قد شرحت ووفيت وأي أسئلة طبعا أتركها في التعليقات نحن نتبادل المعلومات في نفس الوقت أنا أيضا أم وأحتاج إلى أي خبرة أو أي تنبيه أو أي نقص في البرنامج أو أي شيء يعني أنا أيضا أحتاج إلى نصائح أحب أن أرى رأيكم في برنامج صحبة أمل هل هو جيد ناقص ما هي الطرف الذي لم نتطرق إليه مثلا يعني الجانب الذي لم نتطرق إليه نحن برنامجنا يعتمد على أن نعالج الطفل من الداخل يعني نقطع المشكل من الجذور ويعني نصعد ليس فقط نبدأ بالأنشطة مثلا وهو الطفل مريض بتسمى معادن أو لديه عسر هضم أو لديه مشاكل في الأذن مثلا يعني يجب أن نعالج الأشياء التي يعاني منها الطفل وبعدها نبدأ بالأنشطة وكل طفل لديه خطة علاجية منفردة ربي شفي كامل أبنائكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة إذا كنتم لم تشتركوا من قبل والسلام عليكم رحمة الله وبركاته